صباح الخير يا هايدي صباح الخير يا شك فيك لليوم أنا منيحة أنت كيف؟ تمام الحمد لله إن شاء الله دوم هيك الخير برافق دربك إليك ولكل أحباب قلبك أكيد نقول صباح الخير لك المشاهدية الإخبارية السورية يوم جديد وبداية أسبوع جديدة يا رب دائم نتأمل تكون البدايات حلوة بحياتنا ويحمل الأيام اللي جاي الخير والانفراجات لكل السوريين على جميع الأصعدة كمان اليوم هيك بريك لطلاب والأهالي يعني فهيك كمان من نقول عام دراسي يكون جيد يعني يكون هوية على الأهالي وعلى الطلاب مشارنا الصباح يبلش معكم وكل عدد وفنا من مجالات مختلفة وخبار المحافظات السورية ضمن التقارير وبدأ أرجع لك هايدي أكيد وخلينا نقول الصباح الأكبر لأيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عملت تابعونا وشما كنتوا عم تعملوا مع يوم جديد وصباح جديد وأكيد أمنيتنا واحدة أنه أيامنا الجاي تحملنا كل الخير وأستحى وراحة البال مثل ما تعودنا دايما بمحطتنا الصباحية في مواضيع منوعة رح تكون اجتماعية وطبية وأيضا تقارير بمحافظاتنا السورية رح نتعرف عليها هون سواء ولكن مشاهدينا فاصل صغير ومنبدأ مثل العادي هادي وقبل ما نروح لأولى فقراتنا ونستقبل ضيوفنا ومثل ما أننا اليوم عنا مجالات مختلفة من الضيوف خلنا نشوف اليوم ذاكرة الصباح وأهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم اليوم تسعة أيلول عبر الزمن واثنين سجلت كثير من الأحداث قراءة سريعة لذاكرتها اليوم بمثل هاليوم من عام 1882 بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز بعام 1890 الفلكي الدكتور بيرنارد يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري وفي عام 2013 متحف فينكوغ يؤكد أخيرا أن لوحة الرسام فينسنت فينكوغ المسمات غروبة الشمس أصلية وفي عام 2016 كوريا الشمالية تجري تجريبتها النووية الخامسة التي اعتبرت الأكبر في هذا التاريخ كما شهد تسعة أيلول على ولادة عدد من الشخصيات ففي عام 1828 ليو تولستوي أديب روسي وأيضا شهد هاليوم على غياب عدد من الشخصيات ففي عام 1941 هانس سيبمان طبيب ألماني وحاصل على جائزة نوبل في الطب بعام 1935 وأكيد رشا من رزنامة التاريخ رح ننتقل مباشرة لفقرة هالتعلم ودايما نتعودنا بصباحات فريق الأعداد يحضر لنا مجموعة من المعلومات الغريبة والمنوعة والمميزة اللي أكيد بتفيد حياة الأسراء السورية خلونا نتفاصيل نتابع أكثر بالمادة التالية يعتبر المشي من أفضل أنواع رياضات التي تستطيع أن تبدأ بها نهارك وتحتاج أولا للسير لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم زيادة المدة تدريجيا كل أسبوع حتى تصل إلى 45 دقيقة يوميا بمعدل 3 إلى 5 مرات أسبوعيا إليك أهم المعلومات عن فوائد المشي هل تعلم بأن رياضة المشي تساعد على تهديئة أعصاب الإنسان متوترة والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية؟ وهل تعلم بأن المشي يحسن من عمليات التنفس الطبيعي كونه يقوي العضلات الصدرية وعضلات التنفس ويساعد على زيادة التسعرئة وتحسين وظيفتها؟ وهل تعلم بأنه يساعد على علاج أو تخفيف بعض الإصابات المزمنة كالإنزلاق الغضروفي لفقرات الظهر؟ هل تعلم بأن المشي يزيد من الثقة في النفس ويساعد في التحكم بالغضب؟ وهل تعلم بأن المشي كل يوم يخفض ضغط الدم ويحافظ عليه تحت السيطرة؟ وأخيرا هل تعلم بأنه عامل هام لتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم؟ إذا انتبهت هايدي هل تعلم بأنه يكون هناك حصة للمعلومات الرياضية؟ طبعا يمكننا نسمع عن المشي يمكننا نحن بحاجة كثير لأله بهذه الفترة يعني مو بس اليوم بالتوازن الصحي كمان النفسي يعني كثير مهمة اليوم نتبع هاي القصة نتبع ذلك من الرياضات الأساسية عند كل شخصية حسب الخضابي دماغ خلينا بالمستقبل لأول ضيوفنا نروح لأول تقاريرنا لليوم وحروح لتحت عنوان الورد الشامية تراث ثقافة وصحة أقام جامعة البعث وبالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات عن استخدامات الورد الشامية والدراسات الطبية خلينا نكون بتفاصيل أكثر ضمن تقرير التعليم تحت عنوان الورد الشامية تراث ثقافة صحة أقام جامعة البعث بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ورشة عمل تضمنت عدة محاضرات عن استخدامات الوردة الشامية والدراسات الطبية وخطة صونها وكعلامة مميزة لسوريا تكون عدة محاضرات بهذه الورشة ست محاضرات تهتم هذه المحاضرات بأساليب زراعة وانتشار والتوسع في انتشار الورد الشامية لما أهمية اقتصادية وأهمية جمالية وأهمية علاجية وهي هويتنا وهي تراثنا ويجب المحافظة عليها مجرد تفكيرنا اليوم أنه كيف فينا نطاوع عنصر تراثي لا مادي مثل الوردة الدمشقية ونفكر في كيف فينا نروح فيه بالأبحاث العلمية ونجسد هذه الأبحاث بمنتجات وبابتكارات يعطينا أمثلة كتير مهمة على التراث الثقافي هو تراث حيوي هو تراث معاصر النبات الأحدث من بين النباتات والذي يدرس كمضاد سرطان لساتنا بأول طريق بهذه الأبحاث التي هي على الخلايا السرطانية والذي يبين أنه عبارة تأثيراته السمية على الخلايا هي تأثيرات تفوق تأثيرات العلاج الكيميائي ولكن هي نتائج واعدة ونتائج جيدة صار في تشاركية مع الأمانة السورية للتنمية بمعنى التسجيل الوردي الشابي وما حققته بسوق الإنتاج من ابتكارات وإبداعات ومنتجات على أرض الواقع اليوم في هذا السمينار بدنا نحكي عن فوائد الوردي الشامي شو الأبحاث صارت عليها شو فوائدها شو قيمتها كتراث وكمكانة ربط بين مكانتها العلمية والتراث في سوريا الوردة الشامية اكتسبت قيمة اقتصادية وجمالية وأصبحت محصولا مهما تستخرج منه منتجات متعددة منها يصدر للخارج وباتت رمزا تراثيا وجماليا يحمل اسم سوريا أسامة ديوب الإخبارية السورية حمص مشاهدينا صباحكم خير وصحة من جديد رح نبدأ مشوارنا الصباحي ورح نحكي عن أول منصة تعليمية تفاعلية موجودة من عام 2010 عم تقدم خدمات للطلاب من صف السابع لما بعد المرحلة الجامعية وأيضا بتساعدهم لحتى يوجهوا إمكانياتهم وقدراتهم للمكان المناسب وحاليا عم تقدم الكثير من الفعاليات لطلاب الشهادة الثانوية لتساعدهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب نحكي أكتر تفاصيل عن المنصة نتعرف عليها خلوني رحبي الآن يسأى آيا كنج مديرة البوابة التعليمية ساعد صباحة وأكيد معازل حلبي المشرف التنفيذي للبوابة التعليمية ساعد صباحة ساعد صباحة ساعد صباحة صباح الخير ساعد صباحنا اليوم نحكي عن خطوة جدا مهمة نحنا بلشنا بال2010 يعني 13 سنة مجهود ونتائج على الأرض كانت جميلة جدا يعني ومرأة ظروف اليوم ويمكن ساعدت أكتر الطلاب للدخول إلى هاي المنصة خلينيك بشكل عام نتعرف اليوم من حضرتك على المنصة تفضلي إيها لفيكي هلأ أول شي نحنا المنصة بلشت بالسنة 2010 كانت هي فكرة الحقيقة ريادية بلشنا فيها كفكرة لأينا الحاجة لوجود مثل منصة باللغة العربية بتعرفوا أنتو الانترنت كان أغلب المنصات اللي كانت باللغة العشرة هي باللغة الإنجليزية أنا بلشت كتعة عندي ماجستير وكانت الحاجة لأنه أنا عمل بحث لقدم رسالة ماجستير لقيت أنه في حاجة لوجود منصة باللغة العربية تساعد الطلاب على تقديم مثل معلومات تكون موسوقة وفعلا أنا بلشنا فيها وأخذنا طبعا كذا جائزة عليها يعني كان هدفها الحقيقة أنه نحنا نقدم مثل ربط التكنولوجيا بالتعليم كهدف أساسي تاني شيء أنه هو يكون نقدم دعم للطلاب بشكل تربوي وتعليمي ومهني وثقافي ونفسي ومجاني ومجاني طبعا طبعا نحنا كان أول أهدافنا أن هي تكون أسبقية نحنا أول من فعلا نحنا أول بوابة علمية كان بجمهورة العربية السورية بشكل مجاني وتكون شاملة بحيث أنه كل الطلاب أي طالب هو انكامس من الابتدائي أعدادي سانوي ما بعد الجامعة هو حيتخل يلاقي خدمات موجودة بتساعده على دعمه للتفوق والنجاح يعطيك ألف عافية وأكيد ذكرتي أنه حصلت على جوائس عديدة نحن نرجع نضوي عليهم مع حضرتك لكن خلينا ننتقل عندك أستاذ معاز خلينا نوضح اليوم آلية العمل أو تراتبية العمل ضمن هاي البوابة تعليمية البوابة تعليمية هي بتسأدف يعني تقريبا كل فئات الطلاب من صف السابع بالمرحلة الإعدادية لما بعد مرحلة الجامعية بداية عننا بصف السابع لصف البكالوريا لدينا برنامج تفوق معنا هاد أبليكيشن بيقدر الطالب ينزله على موبايله وحتى طبعا من طريقة الأندرويد أو الأي او اس طبعا موجود كمان على الويب سايت موجود على الموقع مجرد ما هو الطالب دخل وسجل دخول بيقدر السفاد من هاي الخدمات بشكل مجاني تماما شو هي الخدمات يا ترى في عنا موضوع الكتب ممكانية استعراض وتحميل هاي الكتب بشكل مجاني في عنا اختبارات مربوطة بكل درس بعدما حتى يخلص الدروس بقلب الوحدة كمان في عنا اختبار للوحدة كمان ممكن يكون عنا اختبار للمذاكرة الأولى والمذاكرة الثانية هذا بموضوع برنامج تفوق معنا المرحلة الأهم اللي هو أنا كيف بدي يختار تخصص الجامع واللي هلأ كتير في اقبال عليها من الطلاب لحتى يعرفوا يختاروا تخصصهم الجامع المناسب لهذا البوابة التعليمية قدمت تقريبا 8 خدمات بهذا الموضوع بداية الخدمة الأولى هو اختبار تحديد الميون العالمي هذا اختبار تقدم البوابة التعليمية على الموقع بشكل مجاني بيحتاج لتسجيل دخول على الموقع مجرد ما الطالب جاوب على اسئلة اللي ضمن هذا الاختبار تطلع النمط شخصيته هو ضمن اختبار MBTI اسمين شخصيات مجتمع على 16 شخصيات متى ما طلعت شخصيته ضمن هذا الاختبار بيعطيني ريبورت كامير حتى بمبيعت على الإيميل خاص طبعه ليحكي لي عن شو نقاط الضعف نقاط القوة شو التخصصات الجامعية المناسبة لهذه الشخصية ونحن هذا هو بيت القصيد انه نقدر نختار تخصص جامعي اعتمادا على مفاهيم علمية صحيحة متى ما الطالب طلع له نفترض بشخصيته 16-18 تخصص مناسب بوابة التعليمية خلال هذه الرحلة لمكان ثاني اسمه توقع نتيجته ونجرد ما الطالب حط المحافظة اللي بدو ياها وقديش هو طالع له علامات بمجموع بكالوريا بيستعرض له الأفرع الجامعية المتاحة اعتمادا على مفاضلات من عام 2010 لعام 2023 الاتوقع النتيجة طلع له طيب انا يا ترى اخترت فرع الجامع اعتمادا على الشخصية واعتمادا على توقع نتيجته طب انا قديش كان هذا الفرع قديش كان على ماته خلال هسنين في عنا خدمة تيجي بعدها هي تسلسل زمني الاختصاصة كما مجرد ما الطالب دخل المحافظة ودخل الفرع اللي بدو ياه اعطاني مخطط بياني من عام عام 2023 عام 2023 كيف كان هذا الفرع بالمفاضلة الثانية التي طالعها عنها هذه ثلاث خدمات أساسية الخدمة الرابعة هي خدمة المفاضلات بطالب يستعرض ويحمل أي مفاضلة كمان عام 2010 كمان في عنا خدمة هي التخصصات الجامعية هي عبارة مقالات لتشرح عن كل تخصص مستقل هنا عبارة تقريبا أكتر من 60 تخصص مشروحين بشكل كامل تماما الآن الطالب قدر يختار تخصصه طيب يا ترى أنا وين بدي روح بسوء العمل طيب خلط درس الجامع وبعدين دائما لازم نحن نوه أنه الطالب المرحلة الجامعية هي جزء وليس كل فهو بس لي خلص الجامع طيب أنا وين فقدمنا له كمان خدمة اسمه دليل اختيار مهنتك لتعطي المهن ضمن التخصصات اللي هو اختارها محل والمعلومات اللي ذكر الأستاذ نحن فينا نعتبره اليوم هي أيضا البوابات الموجودة ضمن المنصة يعني مع الخدمات خلينا قبل ما نروح لنحكي عن الدعم واليوم كيف قدرتوا توصلوا لهذه النتيجة تفاعل الطلاب كيف كان معكم يعني هل كان فيه دعم لإلكم خلينا نقول إجابي يعني من الطلاب بيقبول هيك منصات خاصة إن كنت اجت بوقت بداية الحرب على سوريا فكانت يعني واجنا بعد كورونا يعني كان الوقت بالبيت أكتر من أنه نحن نقدر نطلع ونشوف الجامعات ونقدم فيها بشكل عملي يعني كيف كان التفاعل؟ طبعا كان كتير فيه تفاعل بالنسبة للطالب لأنه دائما الطالب يدور متى ما كان فيه حاجة بتلاقي فورا فيه تفاعل بشكل كامل لأنه نحن يعني خلال فترة حرب العكس كانت زاد عملنا لأنه هو كان نحن دائما كنا نربط حاجة الطالب بتطوير البوابة حيث نحن ببداية اللي أنت بتعرفين صار فيه مثلا ممكن الطالب ما يلاقي كتاب أو ما يلاقي مثلا اختبار أو كذا طورنا فكرة التفوق معنا لذلك كانت التفوق معنا هي تلبية للطالب من هي تدعمه بالمسيرة التعليمية كأول خدمة الخدمة التالية كمان لطورناها كمان لسد الصغرات عند الطالب عملنا كمان اتفاق مع الـ UNDP طورنا شي اسمه التعليم الإلكتروني اللي هي عبارة عن منصة يوتيوب بيضمن البوابة التعليمية بتساعد الطالب على شي اسمه أساسيات التعليم يعني صرنا نجيب المدرسي طبعا أكفاء يعطوا سلسلة كاملة كترميم صار للأسف عند الطالب شي اسمه فاق التعليم نتيجة للأسف للحرب لذلك نحن ركزنا على هالنقطة وركزنا بتنبية الحاجة الطالب انه نصد صغرات فاق التعليمي وطبعا بشكل مجاني بحيث انه اي طالب صار عندك اساسيات اللغة العربية يدخل بس بموجود ما يحضر كل اليوتيوبات او المحاضرات او الدورة كان هو يرمم كل شي عنده كله عربية ونفس الشي في زيو كيميا وفرنسي يعني حاولنا نغطي كل المواد بحيث انه ربطنا البوابة التعليمية بما بحاجة الطالب خلال وهي يمكن اهم نقطة اليوم انه احنا مانا عم نشتغل بشكل عشوائي يعني كرمال نكون باسم منصة اليوم عم نروح نحنا لسد ثقرات وخاصة بمرحلة يمكن كانت تقصر بفاجأة للجميع يعطيكم الف عافية اكيد يعطيكم العافية استاذ معاز خلينا نجال عند حضرتك اليوم لنجاح اي مشروع او اي عمل اكيد هو بحاجة لدعم من جهات معينة اليوم خلينا نوضح البوابة التعليمية من كان الجهة الداعمة لكم من كانوا الشركاء اللي يساعدوكم حتى يمكن تقدموا افضل الخدمات لطلاب الموجودين نحنا من لما انطلقنا كان في عنا شركات دايمة بشكل اساسي بتقدم اول شيء الدعم هو البرمجي لحتى يكون البوابة التعليمية خالية من اي اخطاء ممكن تنعرض للطالب بالاضافة لعديد من الشركات اللي كانت معنا ببرنامج تفوق معنا اللي هي كانت تدعم الطلاب ومن تفوق معنا هو الطالب بيحصل على بوينت خلال اي خدمة بيستخدمها فهي المقاط بيستبدالها بالاخير من متجر الجوائز اللي هي ضمن التطبيق هاي الجوائز هي اللي تقدمها رعاة تفوق معنا ممكن تكون قرطاصية ممكن تكون كريمات ممكن تكون دورات ليوم بس اليوم انتي عم تقدم خدمات منصفية تحفيز للصف اكيد يعني الطالب هو متم استخدم ها التطبيق اخد المقاط هاي المقاط تشترأ فيها ممكن تكون دورات ممكن تكون بارفانات ممكن تكون كريمات عندما تذكر جوائز عديدة من المسؤولين التي تقدمها هي الجوائز؟ هناك شركات كثيرة تقدم، هناك شركة مابيت، زيبرا، هناك شركة لاستر، هناك شركة كثيرة يعني كل سنة حسب الشركاء والداعمين اللي يكونوا لنا هذا بالنسبة لتفوق معنا، نحن بالإضافة لهم كمان في عنا دعم من قبل الجامعات لحتى تكون قمان معنا بهذا الموضوع حلوة الفكرة، يعني اليوم دائما نحن نقول التحفيز بأي عمل، مو بس اليوم بضمن عملكون بيعملنا بأي مرحلة بحياتنا، يمكن دعم الناس اللي حوالينا هو أساس النجاح يعني صار لنا فضول تخفي التجربة حتى هناك فكرة منافسة بين الطلاب، حلو بيكون في جوائز صار في عندك خلقتي تمام حافظ المنافسة خلينا نحكي اليوم وقتل بيكون في أي ثغرة بالنسبة للطلاب غير مفهومة أو كان اليوم نحنا جيل الشباب يعني عندهم ضاقات جدا مهمة بحاجة اليوم لدعم وبحاجة أن تكون تحت الضوء وحابين أنه اليوم هيك يفيدوكم بمسلا بمعلومة حابين نتواصل معكم شو هي الأقلية بينكم وبين الطلاب؟ تفضل إستاذ نحنا طبعا في عنا ضمن البواب يش اسمه التواصل وحتى كمان رابطين موضوع المسنجر اللي هو بمجرد ما يعني أبليكيشن صغير ببعض الطالب أي سؤال وفورا إحنا نقدر نجاوب عليه في عنا كادر هو عبي جاوب وعبي كادر إن كان تعليمي وإن كان يعني فني وإن كان نفسي يعني عنا حتى موضوع الإرشاد النفسي كتير مهم بالبوابة لأنه بالآخر الطالب خلال فترة الدراسة بيتعرض أحيانا لشي يعني مثل ضغوط وكذا بالتالي حتى موضوع النفسي نحنا نبنيه عنا تمام مختصين يلبوا موضوع النفسي وعم يشتغلوا على هالنقطة اليوم كتير مهم نشر هاي الثقافة يعني دائما نحنا عنا مشكلة أنه من خبية دائما يعني ولكن ممكن هي من المراحل جدا مهمة بحياتنا يعني كرمال مارو نوصل لموضوع الكبد بأي ناحية بحياتنا حتى نحنا ضمن البوابة في عنا غير اختبار MBTI يعني اختبار الزكاء العاطف يعني اختبارات الزكاء في كذا اختبار كتير مهم انه الطالب يعرف نفسيته يعرف شخصيته شو نقاط القوة والضعف حتى عنا اختبار ثالث اسمه اختبار أنماط التفكير كما كيف تفكيره الإنسان وقت اللي بيعرف مين هو صار هو يعرف كيف يتوجه وإن ده يتوجه شو نقاط الضعف القوة وبالتالي صار يقدر النقاط الضعف بالعكس انه يعانجها تمام وفي عنا مرشدين نفسيين بحاولوا انه يساعدوا بهالنقطة تماما يعني يمكن في سؤال شائع اليوم انه عدد الطلابي اليوم بتساعد البوابق التعليمية هل انه اذا استمر الطالب او ما استمر عندكم انتو اليوم احصائيات معينة بتعرفوا اذا الطالب وقف ام لا خلفنا نحكي عن هذا الموضوع لان احنا بموضوع الطلاب في عنا متابعة يومية لهذا الموضوع عنا متابعة لموضوع طالب هو فعلا عم يشتغل على حاله عم يدرس دمن تفوق معنا عم يحضر فيديوهات يوتيوب فهذا يعني له هذا بيكون حتى تقييم خاص بالمسبة له حتى نحنا لما نساوي عادة فعاليات بنهاية السنة فهو بيكون له وضع خاص منسمي او تكليم خاص له لان هو فعلا كان عم بيحاول يطور من ذاته عم حاول يعني هو لحتى يستفاد في عنا طلاب اكيد ممكن تفوت مو دائما تستخدم هاي الخدمة اكيد نحنا بنجع نتواصل معهم بنشوف اذا في اي مشاكل في اي شي ما قدروا يصلو له فنحنا على تواصل شبه دائم مع الطلاب هذا بالنسبة اذا حكينا كتواصل اتصال او واتساب نحنا حتى عنا زيارات عادة بيكون للمدارس يعني نحنا ننزل عن مدارس نشرح لنا برنامج تفوق معنا بالتعاون مع هاي السادزة والمدارس واي طالب يكون عنده اي مشكلة فورا بيقدر يرجع ويتواصل معنا دائما بأي عمل نحنا ونكون عم نشتغل عليه حتى لو كنا بي وضع مرتاح ولكن احنا عنا خلا نقول صعوبات عم نقدر نتجاوزها ولكن بيكون في ناص حوالينا اليوم شو اهم الصعوبات اللي بتوقفوا يمكن عندها بس انتو اليوم عم تكمله يعني هلا طبعا في كتير صعوبات اي مشروع يعني اي مشروع فيه اكيد فيه صعوبات يعني اكيد هذا بس هي بالاخير والانسان بيكون حاطة هدف وابده يوصل لنقطة معينة بيعتقد انه بيقدر يتجاوز كل شي صعوبات عم تطلع يعني شو نوع صعوبات اليوم العبارات منك مينصة والانترنت احيانا الكهرباء الكهرباء يعني فيه صعوبات بس بالاخير نحنا عم نحاول نتجاوز هذا الحكيم هلا كمان موضوع قصة المجانية الموقع هذا كمان عم نحاول طالب للأسف اغلب الطلاب كصعب يحط مثلا جور مثلا اسادز خصوصي بالتالي نحنا هي بالنسبة لطالب هي شي صعب بالتالي نحنا عملنا البوابة مجانية نحنا حاولنا انه نزل لها الصعوبة بالنسبة للطلاب تمام يمكن ببداية حديثك سكرتي انه حصلتوا على الجوائز خلينا نضوي على هي الجوائز نحكي عن انجازاتكم خلال السنوات الطويلة من العمل نحنا بلشنا بالالفين وعشرة طبعا بالالفين وإداعش حصلنا على جائزة سيا جائزة جمعية رواة الأعمال هي كان من بين ميتين واحد مشروع نحنا كنا مشروع الرابح الأول وكان فيه دعم تقريبا بمليون ليرة تصرف على المشروع يعني هي كانت بدايتنا بعدين أخذنا جائزة تانية اسمها وورت سامت أورد هلأ هاي الورت سامت أورد كانت على مستوى العالم كان بين بين مئة واربعة وستين دولة كنا نحنا من مسلين سوريا بهيدا الجائزة طبعا بقصة الإدوكيشن هي عبارة عن دعم للمحتوى الرقمي العربي مدعومة من الـ UNDP بعدين أخذنا كمان جائزة اسمها أفضل خطة عمل كمان مدعومة من الـ UNDP على مستوى الوطن العربي طبعا أنتوا بتعفلوا كل مشروع ريادي لازم يكون فيه خطة عمل واضحة حتى يقدر ينجح ويستمر بهذا خطة مستقبلية كمان نعرف لوين رايحين بهذا المشروع على مدة سنتين كانت الخطة وبالتالي أخذنا هيدا جائزة أستاذ خلينا أعفا بس نذكر نحنا اليوم باسم الموقع والليوم نحنا أي حدا عم يشوف أنه اليوم حب يدخل يعني ما بيعرفه هلأ بيقدر فورا يكتب عن طريقة الجوجل بوابة تعليمية التفاعلية بتظهر له ممكن نكتب بوابة تعليمية ممكن نكتب بوابة تعليمية في عنا على اليوتيوب منصة بنفس الاسم في عنا على صفحات تقريبا كاملا وينما عمل سيرش ممكن نزهر له حتى نحنا عنا ضمن البوابة عنا عنا البوابة تعليمية وعنا تفوق معنا فحتى هو إذا حب يفوت عن طريقة جوجل ويحمل هذا التطبيق بكبسة زر يمكن تطبيق أفضل يعني سهل اليوم وجوده على هياك حبينا نحنا نذكر فكر ما على أي حدا يشوفنا اليوم نحنا منهم طبعا أكيد اليوم حندخل قسم الجوائز بس أهلا وسهلا فيكم يعطيكم ألف عافية ونوارتوا صباحنا متمنى لكم النجاح والانتشار وحنا فخورين فيكم بتمثيلكم سوريا عالمياً شكراً لكم وشكراً لكل شام تقدمو بشكل مجراني ونفسي على جميع الأصعيد مثل ما بيقولوا لطلبنا السوريين أهلا وسهلا فيكم يا حدي شكراً لكم يعطيكم ألف عافية أما نحنا هادي مكملين بباقي مساحاتنا الصباحية وقبل ما نروح لنستقبل تاني ضيوفنا خلونا نكون بموجز لأهم الأخبار السياسية المحلية والدولية مع زميلتنا نيرمين عمار يا سيد صباحك يا نيرمين صباح الخير رشاو هادي ولكن المشاهدي الإخبارية السورية موجز ولكن بعض الفاصل أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قيمة وفدين أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان جولدريتش مؤخراً بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سوريا وإجراءاته لقاءات مع التنظيمات الانفصالية يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة بسوريا وقالت الوزارة في بيان إن الإدعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته وتفرد إجراءات قصرية أو حادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية التي تساهم بقتل السوريين دون رحمة أعلنت المقاومة الفلسطينية أن مقاومها تمكن من استهداف حاجز سنعوز غرب مدينة تول كرم شمال الضفة الغربية بصليات كثيفة متتالية من الرصاصة وصوب طائرات استطلاع إسرائيلية في سماء مخيم المدينة مصادر محلية ذكرت أن المقاومة استهدفت أيضا البرج العسكري الجاثم على مدخل بلدة بيت آمر بقنبلة متفجرة محلية الصنع مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من مخيم نورشمس على طريقة الكرم رام الله هنأ الرئيس فلاديمير بوتين سكان جمهورية دونتسك وجميع الروس بمناسبة الذكرى السنوية الثماني لتحرير دونباس من الغزاة الفاشيين خلال الحرب الوطنية العظمى بوتين شدد في كلمة بالفيديو على أن هذا اليوم يعتبر نقطة مفصلية هامة في تاريخ البلاد مشيرا إلى أن موارد منطقة دونباس كانت ذات أهمية هائلة بالنسبة للعدو وكان الاستيلاء عليها أحد أهداف هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفيتي ندد وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف من بنجلاديش باستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقال لافروف على الرغم من الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على بنجلاديش فإن أصدقائنا البنجلاديشيين يسترشدون في سياستهم الخارجية بمصالحهم الوطنية حصرا مضيفا أن هدفهم هو عرقلة الصين وعزل روسيا في المنطقة ختام الموجز عودة إليك رشا شكرا لك يا نيرمين وأكيد بقيت نهار حلو لك أما نحن مكملين ببقية مساحاتنا الصباحية وقبل ما نروح للمساحة الطبية دائما تعودنا كل نهار سابت وروح لنعرف أكتر كيف ستكون حالة الطقس وبلشنا هيك نشعر شوي أنه بالليلة عم تبرد معنا القصاص يمكن الناس بتحب هذا الجو كتير وأنتي تحبي هذا الجو؟ لا أنا بحب الصيفي خلينا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي لحتى نتعرف على أحوال الطقس يا سعد صباحك أستاذ صباحك أهلا يعني أستاذ حسان شفنا في التحصد ملحوظ بالطقس بالأسبوع اللي مضى خلينا نوضح هل رح يكون في ارتفاع بدرجات الحرارة بالأيام القادمة بشكل عام شو هي الدرجات الحرارة المتوقعة بمحافظاتنا السورية هلأ بداية صباح الخيار المجيد ليلة يجب أن تتكلم للأخباري السورية هلأ الأجواء يعني عم نلاحظ نحن الضغيرات عم تكون على عنصر الحرارة إذن خلال هذه الأيام نحن بالزل الأخير من قصد الصيف عم تكون حرارات ما بين ارتفاع وانتفاض يومون الحرارات عم تكون عم تضلها أعلى من المعدن ب2 ل5 درجات نوية بمعظم المناطق والأجواء عم تكون حارة نسفيا وصحوة بشكل عام مع ظهور بعض الصفاب المتطلقة بالمناطق الداخلية بينما تستمر الأجواء السديمية والحرارة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية ورها عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هباط نشطة بعض الأحيان تصير الغبار بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية الآن البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج درجة حرارة فيها البحر عم تكون 27 درجة مئوية نهار بكرة وبعد بكرة في تغير بدرجات الحرارة بالحرارة للانقفاض بمعظم المناطق لا تكون الحرارة حول معدلاتها لم تعد الفترة من السنة بشكل عام رح نشعر بكرة بالانقفاض بدرجات الحرارة بأغلب المناطق الأجواء عم تكون صيفية عادية بين الصباح والغائي ميجسيا بشكل عام مع فرصة بعيفة للأمطار محلية خفيفة على المرتفعات الساحلية تحديدا احتمال الهطل المطري يمكن أن يكون من خلال ساعات بعض منتصف هذه الليلة باستمر لنهار الأحد والإسنين ولكن بفرصة تكون محدودة فقط بالمرتفعات الساحلية ومتفاوطة نوعا ما بينما تكون أجواء الحرارة نسبيا واستديمية المغبرى بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية هي سيدة موقفة هذه المناطق خلال الفترة القادمة خلال ساعات الليلة بشكل عام تكون الأجواء معتدلة بمعظم المناطق ومائلة للبرودة نوعا ما في المرتفعات السابلية القلمون المنطقة الوسطى مع فرصة لتفكة الضباب خفي بالمنطقة الوسطى منتصف هذه الأسبوع ترجع الحرارة ترتفع من جديد لا تكون حول المعدل أو أعلى من المعدلات بقليل حول الأجواء من أجواء صيفية عادية إلى أجواء حرر نسبيا بينما تكون الأجواء أجواء حرر بالمناطق الشرقية والجزيرة والبارية في النهاية هيدا الأسبوع يوم الغميس ترجع في انخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء بين الصحب والغائمة جزئيا والحرارة تكون حولها معدلات بأغلب المناطق مع فرصة لهطل أمطار محلية بالمنطقة الساحلية تحديدا خلال ساعات ليلة الخميس نهاية هيدا الأسبوع يعني التغيرات مثل ما لاحظنا عم تكون فقط بموضوع درجات الحرارة مع احتمال لأمطار محلية بفرصة خفيفة وضع أغلب المناطق عم تكون الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل مع احتمال لتشكل ضرور خلال ساعات الصباح الباكة في المنطقة الوسطى أما ترجع في الحرارة المتوقعة بدأ مثل عاصمي دمشق باليوم 37-21 القونية 33-23 القلمون البرتقاعات السابلية 29-14 وإذاء 33-12 درعة 36-21 المنطقة الوسطى 33-20 حمان 38-19 ساحة السوري اللادئية وطرطوس 31-24 منطقة الجزيرة 39-23 بالشمال حلب وإذاء 36-22 منطقة الشرقية دير رزور الرسطة البوكمال 41-25 البادية السورية 39-22 منطقة الشرقية والبادية منطقة الجزيرة بتظل الأجواء السفينية مقرمة مستمرة معنا نعم تمام استعاد حسان الجردي يعطيك ألف عافية وشكراً على كل المعلومات التي أدمت لنا بخصوص موضوع التقص أكيد دائم نشكرك أساس حسان وهيك إن شاء الله دائماً نقول الله يبعد هيك أيام حلوة وبردان وسلامنا على سوريا دائماً بجميع المناخات يعني جايتنا مثل مصمعنا الشتوية أسي وقالك في مطر كمان الخميس لمحبين المطر يعني في الشتوية طيب خلونا نروح لتاني مساحاتنا لليوم وهي المساحة الطبية رح نحكي اليوم ضمن هاي المساحة عن حالة وشائعة موجودة عند نسبة كتير من الناس وهي تقرحات الفم شو هي هي الحالة هلأ علمياً وطبياً وحسب دراسات أنه هي بتحدث بالغشاء المخاطئ داخل الفم طبعاً هاي الحالة بتعمل ألم كتير كبير للشخص المصاب ممكن تعمله إزعاجات خلال تناول الأكل وأسبابها أكيد يعني طبياً ممكن تكون نفسية يعني حتى اليوم الأسباب النفسية متعلقة بقصص التقرحات الفم ممكن تكون تغيرات بالهرمون ويمكن اليوم يكون المنشأ من المعدة دائماً في مشاكل كتير هاي دي بتصاحب أشخاص بسبب المعدة اليوم هيك رح نضوي أكتر عن هذا الموضوع شو هي الأسباب وطرق العلاج وأكيد معلومات كتير مهمة حيخبرنا عن نظيفنا لليوم وهو الدكتور أحسين عبد الكريم الأخصائي بأمراض الفم والأسنان سعى صباحك حكيم أهلا وسهلا فيك سعى صباحك دكتور سعى صباحك يعني حكينا شوال بالمقدمة يعرفنا هيك تعريف بسيط عن تقرحات الفم حابين نعرف من حضرتك بشكل موسع شو نقصد اليوم نحنا بتقرحات الفم تقرحات الفم هي عبارة عن أي سحجة أو أي جرح ممكن نشوفه نحن بالفم أو عبارة عن ضعف مخاطية الفم موجودة بشكل حمرار أو بشكل لعنها مثل خلنا نقول سعى ضقعة مباير لون لسة طبيعية ممكن نعتبر نحن نوع من أنواع التقرحات هلا أسبابها كتير كبيرة وواسعة جدا ممكن تكون إذا واحد مثلا أكل أو شرب شي ساخن يصرفي عنا مثل حرق لمخاطية الفم أو للغشاء المخاطي سبب هذا السحجي كمان هين تعتبر نوع من أنواع التقرحات ممكن يكون عنا اللي بيأكلوا كمان فلفل حر أو محبيه لحد بشكل عام كمان ممكن أحيانا ننسبب هذا الشي عندين تقرحات أحيانا ممكن نحن نأكل شي آسع على السنان أو يتيجي جزء منه يجرح اللسة كمان ممكن فينا التهاب بسيط أو شي كمان يعمل تقرحة تقرحات الفم نتيجي في ناس ممكن يكون عندين ترهل بعضلات الخد أو شي يفت المقاطية الخد ما بين الأسنان بيعضوا عليها كمان كتير متصير رائع الحالي كمان بيعضوا عليها كمان هاي حركة العمى عفوية بتحسن تماما ممكن أحيانا كمان يصر عندنا تقرحات في ناس كمان بسبب التوتر أو بسبب الضغوط ممكن أحيانا تلقي كل وقت هايك عم يعض على شفته كله اليوم الشاب هم يعض على شفته دكتور تماما ممكن كمان هايك يكون عم يلطش لشصبي يكون عض على شفته كمان ما لا مشكلة تقرحات ممكن تشاء من هاي الأسباب كمان هنا في عنا أسباب ممكن تكون جهازية أحيانا ممكن تكون مترافقة مع أمراض جهازية عامة أحدها رخص مع المكتسب أو الإيدز ممكن تكون هي دليل عليه ممكن أحيانا تكون دليل هي على ظهور أو كبداية على إشعار تعطينا إشعار عن إصابة مرض سرطاني معين دكتور يعني أسباب كتير طبعا كتير عندنا أسباب وممكن تكون الأسباب الفيروسية كمان اللي تعتبرون تقارحات الفم اللي هي القلاعات نحنا نسميه فيروس المسبب له هو فيروس انتهازي وقت اللي يصير عندنا نحنا ضعف بمخاطية الفم أو ضعف بالمناعة العامة بيظهر وليش لأنه بتغيب عندنا الفلورة الفموين اللي بتمنعه أحيان بلون المنظور فبينتهز الفرصة هو بينتهز الفرصة حتى اليوم بالحالات المرضية نحنا عمش في انتهازية بالأسفة كله بدي حاول يصعد على الحساب بتاني طيب حكيمة ذكرت أكتر من السبب والليوم إذا بنا نحكي أنواع هل اليوم كل ما ذكر بندرج تحت نوع واحد أو لا اليوم نحنا لكل سبب حالة معينة هل أنا مثلا عندنا التقرحات ممكن إذا أنا عندي تقرح مثلا من حرق ساخة أكيد ما حيكون علاجه نفس علاج قولاء لأن الحرق الساخة مثلا نحنا بس نعتمد هنا بس على التعقيم ما فينا نعملوا أي شيء تاني إلا التعقيم ممكن إذا صار لدينا حال التهابي أو شي نعطي يصم مضاد التهابي أما بيكون في عنا مثلا قولاء نحن مضطرين أن نتحمله من أسبوع إلى 14 يوم حسب شدة الحالة مع طبعا العلاج هون دائما بيكون عرضي لأنه مرض فيروسي ممكن نحط نحن دهنات للقولاء ممكن أحيانا نتيجة بعض التجارب تسمع وكما شغلات كتير شائعة مثلا 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 التوت الشامي أو دبس الرمان هو عبارة عن مادة حمضية مريض بالوجع بعد منه فهذا يفكروا أنه صار مثل العلاج تستخدم لكل حالات حكيم يعني شو ما صار فورا نكبيسية بنتفيد بسرما تمام دكتور يمكن اليوم ما في تخوف من بعض الناس أنه هل ممكن يكون تقرحات الفم تكون مرض خطير أم لا خصوصا يمكن إذا لاحظوا هذا الشيء عند وجود أطفال بصير هاك عندهم شوية خوف من الموضوع خلينا نوضح حقيقة هذا الموضوع هلا تقارحات فم بالنسبة للأطفال ممكن تكون أسباب هي بزوغ الأسنان الدائمة أو ممكن يكون أنه نخر بالأسنان أو ممكن نعمل نحن نشوف إذا الطفل عنده حالة صحية مثلا وكثير الأمراض أو شيء بدون يعمل دراسة تكون مشعر لنقص مناعة مقتسقة أو إيدز هي ظهور تقارحات متكررة بالفم يعني أحد العلامات الجلدية أو الفموية المترافقة مع الإيدز هو ظهور تقارحات أو الحبوب بالجلد وبالمخاطيات حكيين اليوم باختصاصك طبيب أسنان اليوم شو علاقة بالأسنان أو هيئة الحالة بأي حالة ممكن نشوفها نحن نضمن الفم بالأسنان يعني هل عمل الأسنان غير صحيحة أو الثغرات اللي ممكن الحكيم ارتكب أثناء العمل تسبب هذه الحالة هلن نحكي الشغلي نحن لما بيكون في عنا أدوات غير معقمة مظبوط إذا نشغل فيها ممكن هذه تقارحات الفم أو يصر عنها قلعات وتنتشر بشكل كثير كبير ممكن نكون إذا كان جراحة كبيرة طرينا نعطي أنتبيوتك أوي كمان لفترة أسبوع مثلا أو شي كمان بضعف مخاطية الفم لأن أنتبيوتك بيقضيع الفلورة الموجودة فبيطالي بينتهز الفيروس للفرصة وبيكون بيطلعك على شكل قلاعات أو على شكل تقارحات كمان نحن عم نشتغل ممكن مريض لسان وكبير ضرب لسان أي طبيب تمام خلينا نوضح بس الأخطر موضوع عدم تعقامة المواد أكيد الموضوع خلينا نحكي عن موضوع العلاج اليوم عن آلية العلاج المتبعات اليوم لحتى نعالج تقارحات الفم من البداية العلاج نحدد سبب في أنواع للعلاج تماما سبب تقارحات أو ظهورة بشكل متكرر هو نقص الفيتامين بيطناش نحن عن طريق التحالي ببين معنا نعطي مثلا جرعات متمامة من الفيتامين بيطناش في حال كان السبب لا سمح الله صار ظهورة بده ياخد جرعات حتى الجرعات في بعض الأحيان ممكن تكون هي مسببة لتقارحات الفم في حال كان عندنا السبب مثلا قول هو الفيروس مثلي علاج عبارة عن علاج عرضي عبارة عن تسكين مع هاي والبدي ياخد حده من أسبوع لأرباط عشر يوم حسب شدة الحال ممكن يكون حسن إذا كان عندنا جرح طبعا هم بيبقى موضوع النظافة والتعقيم سواء مضام كلوريزيدين أو سواء مضام مي وملح الملح كمان كتير مساعد كمان للوقاية وللحماية كيف رمان والملح ولكن هلا كتير عالم تقول لك أنه نحن نعتمد على التفريح على تنظيف الفم والأسنان بشكل دائم نوسان على الملح ومي وملح الملح لا تغني عن الفشاي لا تغني عن تنظيف الخط سني لا تغني عن وسائل العناية الفموية التانية قولا واحدا هي عبارة عن وسيلة مساعدة بس فترة الجروح أو التقروحات هي وسيلة تطهير أننا نعتبر نحن كمطهير للفم حكيم خلينا نروح لفكرة صحة تلقيح اللثة اليوم هي حالة شائعة قبل ما نروح لشو الفائدة من هذا الإجراء خلينا اليوم نعرف طبيا شو معنات اليوم وقت بيقول حكيم نحن رايحين لإجراء تلقيح اللثة تلقيح لسة تقليح 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 لسة مو تلقيح لسة تقليح لسة نتيجة عناية فموية سيئة نتيجة طبيعة لعاب معينة عند المريض نتيجة النموذج غزائي معين نتيجة عادات مثل التنفس فموية إذا عنده مشاكل جيو أو شي يتراكم كل ساعة الأسنان نحن مفروض منه يتنظف هذا كل ستة شهور وفي بعض الحالات ممكن نبطر نحن أقل من هيك إذا كان متكرر بشكل كتير كبير هذا القلح إذا ترسب رح سبب تراجع لسة وبالتالي رح تسحب مع العظم لتحت بتلاقي المريض أنه خسر أسنانه بصير تخل أسنانه وتتحرك وهي لساتها ما فيها لنخر ولا فيها شي لكنه أنا أسناني ما فيها لنخر طب ليش يخصار عندي ما هو هذا هو القلح اللي أنت تاركه هامل والسبب تراجع لسة مع تراجع عظم انتصاص عظم السن هو بيعتمد على التثبيت بأنه مغروز بالعظم تراجع عن العظم صار في حرك يخسرنا لسة فهذا الموضوع التقليح أو تنظيف الأسنان مع جزورة مهم جدا طبعا دائما ننتبه أي طبيب نروح لعندهم مشان تنظيف الأسنان أنه يعملنا التنظيف تحت اللسة أهم أنه يكون فوق اللسة عن طريقة شو اليوم بالتهمة الآخر في عنا الطريقة التقليدي العادية اللي هي بالأدوات اليدوية وعنا كمان أمواج فوق صوتية أمواج فوق صوتية طبعا لا تغني عن التقليح بالأدوات اليدوية نحن مضطرين نتعامل مع الاثنين وخاصة من مناطق بين السنية يعني خلت أجوز أنه الأدوات ما بتنزوح مواجهنا نشيك كمان على الجزور كمان نشوف أنه سطح الجزور صار مسوى بشكل نظامي كمان بالأدوات التقليح اليدوية العادية تمام نعملنا نجمع ما بين الاثنين حتى نحن نأخذ النتيجة الصحيحة أكيد طيب خلينا نحكي اليوم دائموهم نحن على طول نشيك على أمور اللثة نعرف إذا في التهابات معينة كرمال نعالجة كرمال ما تسبب لنا لبعدين تقررحات اللثة ما بتخبي حالها هي بتدليك إنه إذا فيها شيء أو ما فيها شو بيظهر على اليوم على الشخص تغير اللوني هو أول شيء نزوف تغير اللوني اللثة المتعارف عليه هو اللون الوردي إلا في عند أصحاب مثلا البشر السمراء أو شيء يكون يكون مائل شوية للقاتم أكتر نتيجة صباغ الميلانين اللي هو موجود عنده بكل جسمه ومو بس بالفم أو بال آآ تاني شغلين نزوف اللثة اللثة في حال كان فيها التهاب أو كان فيها أي مشكلة فورا متعطيك دليل إنه أنا صار فيه نزف لما عم تفرش إصنانك أنت لو عم يضرب فيها أي شيء يحيانا لما عم تاكت يمكن يصير عندنا نزف للسة أو بيسرح دمه لعننا كمان بالنسبة لرائحة الفم كمان ممكن تكون سببها مراض للسة ممكن تكون تجمع تجمع بكتيريا حتى التركيبات السنية اليوم تركيبات سنية إذا ما أنا مراعي شروط معين إلى الحواف اللسوية أو ممكن تكون خشنة ممكن يكون طبيب تسبت مثلا مع النظف مادة الإلصاق ممكن يكون مواصلة للتلبسات لحواف اللسوية بشكل جيد ممكن تكون نوعية التركيبات أهلا نحنا بنعرف نتيجة الصورة الاقتصادية شوي العالية هلا عم منجأوا أحيانا لوسائل أنه بيسترخصوا بالمواد ممكن تكون أحيانا هلا في عالم عم تركب أسنان ما إكريلي اللي نحنا نستخدمها لطعويض مؤقات عم يركبوها بشكل دائم يعني عم نلاحظ حالات عفوني كتير وحالات التهابات لسوء كتير عم نلاحظ يا دكتور مع أنه اليوم طباء الأسنان كلهم بيروحوا للحذر بهذه النقطة ولكن هناك ممارسين من الأسف نحن نحاول نحن 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 خلينا نعطي هيك بالخطام نصائح أخيرة من حضرتك لحتى نعطني بصحة الفم والأسنان هلا نصائح بالنسبة لعناية الفم والأسنان الفرشات هي أولا هاي قولا واحدا تفريش الأسنان هو بالدرجة يقول لك نوع من الوقاية بس نفرشي صح لأنه أحيانا طريقة التفريش الصحيح هي الأساس ممكن يسبب نتقل نوعية الفرشاية نختار نوعية الفرشاية المناسب لأسناننا ولأ اللسة الموجودة لأسناننا حيث أنه ما نأزية الشغلة الثانية صدام الخيوط السنية الشغلة الثالثة المضامض كمان كتير منيحة وخاصة في فترة الوقوف في عنا تقارير حيث المضامض كتير منيحة وكتير شيء أساسي الشغلة الثالثة كمان موضوع القلح كمان إذا كان موجود نتابعه نشوف نحن موضوع نخور الأسنان كمان إذا موجود بشكل دائم لازم نتابع عليها كل ستة شهور نحن نعم وتشيك يعني أريدي نحن هون بسوريا متعارفة لي طبيب الأسنان ما عنده معينة ففيك أنت تفوت تشيك على أسنانك يعني ما حتخسر شيء كل ستة شهور بالعكس إذا كان في عندك نخر تعالجه من بداياته ككل في مادة أقل على المريض وكسلامي للسن أو ديمومي أو عمر للسن تعطي عمر أكتر الشغلة كمان المهمة نحن أنه إذا عنا مشاكل جهازي مثلا أمراض مادة أمراض مشاكل تنفس أو شي لازم من الحلة نحن لحظة نحافظ على موضوع سلامة الخم والأسنان كان من ناحية لسي أو من ناحية نفور الأسنان شكرا دكتور حسين لحضورك اليوم ولكل المعلومات اللي ذكرت ودائما نقول بالصحة والسلامة لجميع الناس وحلو اليوم هكي الفحص الدوري لصحة الأسنان بعد شوية حالة الإسعاف نروحها لطول فيها على طبيب الأسنان شكرا لعلك يا ميد وردي صباح كوني يا رب وصباح كل المشاهدين شكرا لكم نتمنى أن نكون قدمنا فائد للجميع أهلا وسهلا أكيد نحن نكبنينا بمشوارنا الصباحي ونحن ننتقل لتقرير التالي مع استمرار للأيام وأن دوات العلمية فيها أقامت الهيئة العامة لمشفى الباسل بيتر توس فعاليات اليوم العلمي للشعب العينية بالتعاون مع الجمعية السورية لأطباء العيون وذلك في قاعة محاضرات المشفى تفاصيل أكثر مشاهدين بالتقرير التالي استمرارا للأيام والندوات العلمية فيها أقامت الهيئة العامة لمشفى الباسل بيتر توس فعاليات اليوم العلمي للشعب العينية بالتعاون مع الجمعية السورية لأطباء العيون وذلك في قاعة محاضرات المشفى بالاستمرار مع تقديم الخدمات الطبية المميزة في مشفى الباسل نستمر بالاهتمام بتطوير الأطباء المشفى ومقيمين المشفى بشكل علمي وواقبة كل ما هو جديد في مختلف الاختصاصات اليوم المؤتمر اليوم التعاون مع جميع السورية لأمراض العين وجراحتها يتناول كل ما هو جديد في معالجة ومتابعة الأمراض العينية هذه ندوة كتير مهمة لأنه هي عم تعمق الأحداث العلمية الموجودة وهي بتصير هي مثل أيام علمية دورية بكل المحافظات بتخلي أنه يعطوا خاصة الأطباء المقيمين حتى الأخصائيين أنه تكونوا بالحدث دائما كتير حريصين على أنه نعمل ندوات دورية ولقاءات دورية وأيام علمية طبعا الفرصة الجميلة هي تبادل خبرات بين الزملاء ويعطاء فرصة كتير مهمة للأطباء المقيمين ليقدموا شوي من شغلهم حتى يتبكنوا كمان يوقفوا على المنبر ويقدموا محاضرات سلسلة من الفعاليات التي تقوم فيها قسم جراحة الرأس والعنق التي فيها هي الشعب العينية والإزنية لكي يكون فيه دائما مسار متوازي بين الناحية العلمية والناحية النظرية اليوم لعلمي كتير مهم لتطوير المقيمين وتحسين حالة العلمية عنده اليوم رح يحكي عن أهم الإسعافات العينية الممكن تراجع الشعب العيني بالمنعوبة وكيف المقيم ممكن يتصرف معه وشو الاستقصاءات المفروض يعملها لكل حالة أهمية كبيرة لما تقدمه مشفى الباسل من أيام علمية تخصصية تقدم الفائدة والجديد في طرق العلاج للأطباء المقيمين والاختصاصيين بالإضافة لمساهمتها برفع السوية العلمية للكوادر الطبية بمختلف الاختصاصات محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس وفي نهاية مساحتنا الصباحية سنذهب لنحكي دعونا نقول فقرة بتم الشباب والصبايا وكل حدا حابب يطور من حياته وحابب يطور من ذاته سنذهب لنضوي على موضوع بناء القسم الذاتي وكيف اليوم نحن قادرين نسوق الذات اليوم دائما الشباب يعني كان في مفهوم أنه نحن اليوم الشهادة الجامعية خلينا نقول هي بمثابة عصى موسى اليوم لتحقيق كل الأحلام اللي بحياتنا ولكن أثبتت اليوم الوقائع وأثبتت اليوم التطورات اللي عم نعيشها أنه لا نحن في مهارات وفي تطوير ذاتي وفي قسم ذاتي اللي لازم نحن مفروض نشتغل على بناءه عم يكون كمان إذا ما عم يجاري يمكن عم يسبق ببعض الأوقات أكيد وعلى الرغم من أهمية الشهادة يعني العلمية الجامعية لازم ندعم هاي الشهادة اليوم نحن بالعديد من المهارات من القدرات من الخبرات اللي فعلا رح تساعدنا أنه نحن ندخل بسوق العمل وأكيد اليوم لكل شخص طريقته الخاصة لحتى يسوق ذاته لحتى يعرف عن نفسه للآخرين وخصوصا يمكن إذا عم نحكي بمجال مقابلات العمل أكيد لازم نحن نمتلك خطوات معينة ونقاط أساسية نعتمد عليها فعلا لحتى نسوق لحالنا بطريقة احترافية وصحيحة نحكي تفاصيل أكتر عن الموضوع بسعدنا أنه يكون معنا وضيفنا لليوم الدكتور عبادة دعدوش الباحث بتطوير مهارات الشباب يسهد صباحك دكتور يسهد صباحكم يا صباحكم أهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا فيك دعي ما نحن باستضافاتنا الصباحية منركز على أي شيء اليوم بطور الشباب مهاراتهم فرصهم بسوء العمل ولكن يعني كنا عم نقول أنه اليوم الأساسات بتبلش مش رخص نفسه اليوم تسويق الذات يعني هو مصطلح جدا عميق خلينا هيك اليوم علميا نشرح شو معنات هذا المصطلح تمام هلا أول شغلة خلينا نشرح أمرين اليوم كل الحياة صارت تعتمد على البرسونال براندين اللي هو تسويق الذات أو شو هو مفهوم تسويق الذات اليوم بتلاقي بأنه التسويق صار صار اليوم يعتمد على البلوغرز أكتر ما يعتمد على شركات التسويق يعني أنت اليوم ممكن تروحين عن شركة تسويق تسوي لك دعاية تجيب لك عشر أشخاص يجيبون لها مسمال عما بتلاقي أنه أنت بتسوي عند أحد البلوغرز اللي هنين بعض الفنانين أو المشاهير فبتلاقيهم في استفادة ألف فاليوم نحنا في عنا أنه اليوم الشخص عم يفيد أكتر من المؤسسة طيب شو هو السبب هون السبب اللي هو يعتمد على تسويق الذات كل مجال في شيء اسمه بناء الماركة الذاتية وبناء الاسم الذاتي والتسويق له كيف ممكن نشوف هذا الشيء ممكن نشوفه اليوم بحلاقين معينين أو بكوفيرية معينة أو بأطباء معينين اسم يتغطى أو يعتدى على موضوع المصلحة تبعهم يعني بتلاقي أنه اليوم نحن نذكر اسم شخص من الأشخاص هذا لحاله بيدل على مصلحة اسم X من الناس يدل على الطب هو أفضل طبيب يتلقي بيطلع على بره بيساوي مثلا عمليات بيشتغل هون أسعاره تضاهي أسعار بره طيب شو هو السبب السبب أنه هو اسمه مسوّق له بشكل أكبر وهذا الشي حنشوفه بكل المصالح اليوم مزيعة من المزيعات ممكن تلاقي مميزة أكتر من الباقي الأشخاص معروفة بشكل أكبر السبب أنه اشتغلت على موضوع التسويق الزاتي واليوم في آليات كثيرة بوجود التكنولوجيا بوجود منصات التواصل الاجتماعي صار في عندك طريق التسويق كثير سهلة بس لازم يكون إلى أساسات فاليوم التسويق الزاتي هو عبارة عن أنه أنا روج لكل أعمالي ونجازاتي وضبطه في مكان واحد لحتى حقك فائدة سواء مادية أو سواء اسميه هذا علميا فاليوم نحن يجب علينا أنه نهتم بي هذا الشيء لأنه اليوم الوقائع كله بالعالم كله صار بيعتمد على البرسونال براندينج اللي هو التسويق الذاتي فأنت اليوم بسهولة فيك تتعرف على شخص طالع وممكن تشتري منه غرض أفضل من شركة اليوم بالنسبة له تمام دي اليوم مفهوم التسويق الذاتي موجود بحياتنا عم يأثر علينا بشكل كبير وخلينا نوضح بشكل عام هل ممكن هذا الشيء نعكس بشكل إساب سلبي على حياتنا طبعا اليوم هو موجود بشكل أكتر ما حدا بتخيله فنحن حياتنا كلها صارت عبارة عن ماركات ممكن اليوم أنت عم تلبس لبس معين هو بيشبه أحد الأشخاص المشاهير وهو روجله أو لبسه بيوم الأيام حتى اليوم إذا بتشوفوا الموضة اللي هي مصطلح الموضة اليوم بيقولولك أول كلمة أنه هي لبستها فلانة بالحفلة الفلانة فهي فرسول البراندين أنت اليوم الموضة صارت تعتمد على على الأشخاص تماما تماما اليوم إذا بدك تساوي مثلا عملية تجميل بتقولي فلانة مساويها العملية إذا بدك تشتري أكلة فلان أكل عندها الأكلة حتشوفي أنه هي مؤثرة فينا بشكل كتير كبير وصارت وللأسف تحكم عاداتنا وتقاليدنا فاليوم حتشوفي تأثير كتير كبير تأثير بالشباب تأثير بالكبار تأثير بالأطفال فتلاقي حتى الأطفال أنه راكدين على هذا الموضوع بشكل كتير كبير حتى في عندهم هواجز نفسية هون تأثير السلبي تأثير السلبي يوم يكون الإنسان ما نعرفان أنه هذا تسويق فبالش يعتقد أنه حياتهم هدول الأشخاص حلوة وردية وردية مثالية وهو حياته بشعة هو فعليا هنا عم يورجوك الجانب المثالي فقط ما عم يورجوك مشاكلون الحياتي ما عم يورجوك الصعوبات اللي عم يتعرضوا له دائما السوشال ميديا تعرض الجانب الإيجابي والجانب المثالي بالإنسان أكيد ما في إنسان سيطلع يحكي مشارك له ما حيطلع إنسان يحكي شو أخطاءه ما حيكي إنسان شو عيوبه الشخصية فهو دائما أمام الكاميرا يكون بأفضل حالاته بأكتر طريقة هو متميز فيها فاليوم كتير في أشخاص عم تتأثر سلبيا والأثر السلبي الأكتر يوم يكونوا ما عندهم مصداقية كيف يعني ما عندهم مصداقية ممكن أن نشوف نحن شخص مشهور كلامه كتير مهم كلامه كتير مؤثر ولكن هو إنسان لا يمتلك المصداقية ما عنده شيء حقيقي فيدمر مجتمع فإله خطر كتير كبير لازم يكون في عنا وعي ونزود وعي عن هذول الأشخاص وعي ورقابة كمان للأهل بما أنه عم نحكي عن فئة الأصفاء فئة الشباب نعم دكتور حياناً بيكون التسويق يقدم بشكل خاطئ يعني اليوم أنا قادرة سوق للذات بالطريقة الإيجابية والطريقة السلبية كيف يعني اليوم بجوز سين من الناس هو من الفنانين كتير محببين لأن أو مقدم برامج ولكن بروح لانتقاء نقطة أو مادة أو إعلان أو تسويق ذاتي خلين نقولها بالعام ينزل من قيمتهم نقول تماماً فتنفتح عليه بواب و جهنم على السوشال ميديا يعني هلأ هو نسوق نفسه بس بشكل سلبي اليوم في أساسات اليوم حتى نحن نقدر نسوق صح نقدر اليوم نحن ما نكون حديث البلد خلينا نقول بالسلبي بالإيجابي شو هي أهم الأساسات اليوم مفروض نستند عليها تماماً هلأ في عنا خطوات وأساسات لازم نتبعون حتى نحن نقدر نبني اسم سوقي جيد وقالت كلمة كتير حلوة بإنه الاسم السوقي الاسم السوقي هو شي مهم جداً اللي هي القيمة السوقية للإنسان هلأ خلينا نجي للنقطة الأولى أول خطوة بإنه لازم يكون عند الشخص في شيء أدمه فأول قاعدة للتسويق الذاتي أو أي تسويق بالعالم يكون فيه برودكت منتج مشان هو يتقدم أو سيربس خدمة طب أنا شلون بدي أدم هذا الشي بدي شوف شو هيو المنتج اللي عم تقدمه هل أنت عم تقدم كلام هل أنت عم تقدم أفكار هل أنت عم تقدم منتجات هل أنت عم تقدم خدمة بنا نعرف شو هو الشي اللي عم تقدمه هاي أول نقطة حدد ما هو الشيء الذي تريد تقديمه للناس ومن خلاله تبني اسمك السوقي الموضوع الثاني اللي بعده هذا الشي اللي أنت عم تقدمه قديش المستوى تابعه وشو هو نقطة التمييز فيه تصوري اليوم أنا مثلا عم روح عند كوفير أو شخص بحلة بتقول له أنه انت ليش هم تاخد سعر أغلى إليك أنا والله عندي نقطة تمييز بالإرن الفلانية أنا عامل هاي النقطة وهي النقطة وهي النقطة أنا آخذ جوائز كذا ففي عنده تمييز فدائما أنا بدي أعرف شو المنتجات اللي عندي تاني شغلة بدي يكون متميز فيها النقطة الثالثة والأهم اللي هي أنه أنا بدي يوسك كل أعمالي شلون آرية التوصيق هاي النقطة لكثير شباب اليوم ما بيعرفوها كثير شباب ظالمين نفسهم فيها اليوم أي شيء أنت بتعمله كأنجاز أتمنى أن يتوثقه شلون منوثقه بشكل رسمي وبشكل شخصي بشكل رسمي أنه أنا أخذ من أي شركة أنا بشتغل فيها كمتطوع أو كعمل ممكن يوم أتدرب عند مؤسسة للتشهور أنا دائما أفضل أنه يأخذوا شهادات اسمها شهادة خبرة هي تكون مصدقة من المركز اللي عم يشتغل فيه بصم تصدق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فاليوم أي شيء أنت بتعمله لازم أن تتوثقه رسميا وكمان توثقه شخصيا كيف نوثقه شخصيا من خلال أسهل شيء موجود مع الانسان اللي هو الموبايل ماليش توثق كل أعمال بعض الأشخاص بيقولوا لي هذا التكبر أو هذا نشر بالعكس اليوم نحن بحياتنا يجب عليك أن توثق أعمالك لأنه ما حبا حيصدق كلاما غير لما يشوفنا إنجازك ممكن اليوم أقول لكم أنه أنا مثلا أدربت 10,000 شخص حتقولوا لي حلو كثير الكلام ومثل الفعل فأنا نما أجيب صور وفيديوهات لأكتر من 10,000 شخص حضراني عندي فشو حتقولوا لوقتا أنه هذا الكلام صح فاليوم التوثيق هو مصداقية عالية بالنسبة لك طيب إذا كان هذا التوثيق مو بس مصور بجهاز حتى أنت أخذ شهادة من المراكز اللي أنت عاطفيا أو من الوزارة أنت عاطي هذول الأشخاص فصان عندك مصداقية عالية هذا الشيء كتير بساعدك فاليوم أول خطوة مثل ما أننا معرفة شو هي الخدمات والمنتجات اللي أنت متقدمها ثاني شغلة تميز فيها نقطة التالتة وثق أي شيء بشكل رسمي وبشكل شخصي النقطة الرابعة ووحد كل هذول الأماكن بمكان واحد خاص لك يعني العالم اليوم أنت قد ما وثقت وما نشرت شو بتسفيد وثق كل هذول أعمال من خلال التواصل الاجتماعي أو من خلال موقع لألك أو من خلال أي عمل ممكن تشوفه بالنسبة لألك اليوم في عندك اللينكيند إن اللي هو الموقع الرسمي للسي في اللي من خلاله برة بتلاقي أنه من خلاله أقسام الموارد البشرية والمدراء وصحابين الأعمال بدوروا على الموظفين فاللينكين اليوم اللينكيند إن هو موقع مثل الفيسبوك بالثقافته جدا مجهولة بالنسبة للسوريين وهو أهم أساس لإيجاد الوظائف خارجا فأنا اليوم لازم أنه اليوم نحط كل إنجازاتنا ضمن هذا التطبيق مثلا مشان نحن نشوف مشان نحن نشوف النتائج منيحة وشان نحن ننشر أعمالنا اللي وثقناها النقطة الخامسة ممنوع من عمباتا أن نشر بشكل عشوائي أو نشر ما يزيد عن الحقيقة شو معناته؟ بتلاقي في أشخاص مثلا حضر عندهم 30 شخص فبكتبوا 100 شخص هون مشكلة كبيرة لسبب بسيط جدا ولا منتسع للباقي لأنه هي الفكرة لأنه اليوم هذا الشيء هون بساوي عدم مصداقية فالقصة ما بتجي بيوم وليلي اليوم كتير في أشخاص بتلاقيهم يحبوا العجالة أنا بيوم بدي أصير لا عملنا عمل استراتيجي وأي شخص وصل باستراتيجية تعب واشتغل على نفسه وطور من نفسه واشتغل أيام وساعات فأنا اليوم بدي أشتغل نقطة نقطة حبة حبة جواب يقولوا زنكة زنكة أكيد يعني ذكرت دكتور عبادة نقطة كتير مهمة أنه إحنا اليوم ما لازم بس نكتفي بالكلام لأن إحنا نازم نوثق بأفعال لحتى يعني نورجي الشخص الثاني القدرات والمهارات الموجودة عندنا طيب بهذا الحديث اليوم لحتى لما نكون بمقابلة عمل بتلاقي كتير من الأشخاص بتبالغ بالتسويق لذاته بتلاقي يتقول أنا بعرف أنا عملت أنا اشتغلت هذا الشيء يمكنني نعكس بشكل خاطئ على شخص خلينا نوضح اليوم أدي مهمة تسويق الزاتي بس التوازن بس مبالغة تماما هلأ أول شغلة في عنا مشكلتين مشكلة أولى الشباب اللي هني ما بيسؤول نفسهم أبدا فهنن أوائل بمجالاتهم عمليه إنجازات كتير حلوة بس هنن ما بيحبوا أن يوثقوا ما بحبوا أن يصوروا ما بحبوا أن ينشروا عمانه فبروحوا حالهم فرص كتير كتير تماما تماما فأرجوك وثق حتى لو شغلات بنظر العالم هي جدا تافها بتذكر في دكتور أسنان من الأشخاص اللي بعرفهم كان كل سن بيخلعه بيحتفز فيه بيطلب من المريض أن يحتفز فيه فبيوم الأيام فطل عنده كان عنده عشر تالاف سن وصل لهاي الدرجة هو يمكن أي طبيب أسنان يكون خالق عشر تالاف سن بس ما لنوا عرفان قديش قديش العدد عما هذا الإنسان لما يفوت كل ما يكتئب يفوت على هذا المكان حطهم بغرفة خاصة يفوت عندهم يقول يا الله أنا خالق عشر تالاف سن فأنا عندي عشر تالاف مريض فاليوم أنت اليوم في عندك إنجاز اليوم ممكن واحد إلي طيب هذا المبالغ فيه فتفضل على غرفة فتلا أيا تمام طيب هاي النقطة الأولى النقطة الثانية الأشخاص اللي بيبالغوا حتى يقدروا يأخذوا وظائف اليوم أدما كنت أنت تبالغ أكتر ممكن تكون خبورات عمانة ممتازة بس أنوا قادرين يحصلوا على وظيفة بسبب المبالغة بالتسويق الآن أي شيء أنت تبالغ فيه الكذب حبل قصير بينكشب فترة قصيرة جدا يعني اليوم أنا قلت أنه أنا مثلا مثلا دربت ألفين شخص طيب اليوم بتاع الصورة ممكن حدا حضران تعرف على مدير الشركة والله محضروا عشر وهي إشكالية فأنا اليوم ما بقدر أنه سوكوا بشكل مضاعف ومبالغ فيه لأنه دائما الكذب حبل قصير فدائما حاول تكون منطقي حاول تكون واقعي حتى لو الموضوع أخذ معك مدة أطول بس حتشوف نتائج أجمل لما تكون أنت حقيقي من دون لا زيادة ولا نقصان فالتوازن أمر مهم جدا في هذا الأمر واليوم كلما كنت متوازن أكتر كلما حتشوف نتائج أعماق وأكبر وكلما حيكون إليك تأثير أكبر على المجتمع طيب دكتور خلينا هيك بعنوانين نقولون أنه اليوم التسويق الذاتي أو بناء القسم الذاتي معتمد على نقطتين الصدق والتوثيق اليوم كونو عم نحكي عن التوثيق شو رأيك نوثق خلال الكاميرا الإخباري اليوم ونجازاتك كمان كنا عم نحكي تحت الهواء أنه اليوم أنت عامل كمان شغلات كتير حلوة وإيجابية للشباب فخلينا نحكي اليوم ضمن عملك الشخصي طيب اليوم بالنسبة باليوم هو تاريخ تسعة تسعة هو عيد مولدي فهذا اليوم أكيد نعيدك أنت بالف خير هذا اليوم أنا بيعني لي كثير أنه من خلاله أنا بلشت رسالة هي رسالة العمل على تطوير الشباب وإنهام الشباب وتأثير الشباب اليوم لحنا دربنا عشرات ألاف الأشخاص طبعا كل شيء هذا العمل موثق وموجود وحاصنه بمكان واحد مشان العالم تشوفه اليوم دربنا عشرات ألاف الأشخاص حاولنا أنه نفهمهم التلت أسئلة أساسية من أنا أين أنا إلى أين أنا ذاهب رغم الظروف الصعبة ورغم الأوضاع ممكن نسميه اليوم أنه هي شوي صعبة أو كتير صعبة بالحقيقة اليوم يجب علينا أن نشتغل على أنفسنا ونبني اسمنا لأنه اليوم لما تبني اسمك بشكل صح وتسوي له حيصير في إلا قيمة سوقية مثل ما قلتي قبل شوي أنه الإنسان اللي بيحط حاله بمكان غرط نزل من قيمته تماما هذا هو المصطلح الصح شو يعني الإيمة؟ هو الإيمة الشخصية أو الذاتية لأي إنسان فأنا اليوم عم ببني إيمة لنفسي كل شاب اليوم يبني إيمة لذاته حيصير له ترويج حيصير في إله قيمة سوقية ممكن تكون بالمجال بتلاقي أنه سعره أغلى من باقي الأشخاص فاليوم كل إنسان في عنده قيمة سوقية مثل مثل أي منتاج فلازم اشتغل عليها ونطور منها ونعمل عليها بشكل أكبر وهذا الشيء اللي حماسنا بفضل الله عز وجل من خلال عشرات ألاف الأشخاص من خلال تقديم عديد من الدورات المجانية الهدف الأساسي أنه نحن نوعي الناس ونعطيهم أمل ورغم أنه اليوم الوضع صعب ولكن اليوم أملهم ويأفزهم أكيد يعطيك ألف عافية خلينا نحكي عن دي مهم اليوم الشخص يعرف نقاط القوة الموجودة عنده وبنفس الوقت يعرف شو نقاط الضعف يعترف فيها ما يغجل مننا يقول أنه ممكن يحسنا مع الوقت طبعا خلينا نحكي عن النقطة مهمة جدا اليوم في قاعدة اسمه سواتا نالسز حدا يعرفها سواتا نالسز سواتا نالسز هي أفضل استراتيجية علمية إدارية ممكن للإنسان يطبقها على حياته اللي هي أربع نقاط شو عندي فرص شو عندي التحديات شو عندي نقاط ضعف شو عندي نقاط قوة كل شي بالحياة يوم تشوف نقاط قوته ونقاط ضعفه والتحديات والفرص فيك تنقل الاستراتيجية الأفضل بالنسبة أنك فأنت اليوم لازم تعترف بنقاط ضعفك لأن النقاط ضعف هي معيب هي شغلة أنت فيك تعدل منها وتحسن منها لازم تشتغل على نقاط قوتك لأنه كلما اشتغلت على نقاط قوتك كلما وسقتها وكلما نشرتها كلما حترتفع قيمتك بين نفسك وبين الناس فاليوم أهم شيء أنه اليوم يشتغل واحد على نقاط القوة ما يتلبك من التحديات اللي صارت اليوم فيه تحديات كتير كبيرة وبصراحة هي أكتر من طاقة الإنسان ولكن لما يكون نقاط قوته قوية وهو واثق من نفسه واثق من أعماله واثق من إنجازاته ويسوي أنه نفسه بالشكل الصح حتلاقي أنه يقدر يتغلب على أغلب التحديات وهي النقطة المهمة جدا أنه الإنسان دائما يرقض على الفرص ولا يسأل على التحديات لما تتبع هذه الاستراتيجيات حتلاقي أنه حياتك حتكون أفضل حتلاقي إنجازك أكبر مسارك حيكون أكوى بكتير وهذا الشيء كله حنشوفه من خلال كل الرياضيين وكل الأشخاص المؤسرين في المجتمع حنشوف أنه هذا الشيء نجح معهم سواء داخل سوريا أو خارج سوريا كانوا أساسات في حياتهم ونشتغلوا عليها دكتور رابنا نتشكر حضرك لليوم وهيك من خلال صباحنا منقلك ينعد عليك بكل الخير والصحة أيام هيك جميل يا رب إن شاء الله تكون بانتظارك شكرا لإلك نتمنى هيك اليوم شبابنا يقدروا يأخذوا حقهم وفرصهم بسؤال عمل شكرا دكتور أكيد بمشكرك دكتور لأنه دائما تعطينا هيك معلومات مهمة ومحفزة وإيجابية لفئة الشباب يعطيك ألف عافية أهلا وسهلا فيك أما هلأ بصلنا لختام مشوارنا الصباحي شكرا لكل الأشخاص اللي تابعونا وأكيد لجميع كادر صباحنا غير لا تنسوا تابعونا بكرة بنفس التوقيت مع ضيوف جداد وفقرات عديدة ومميزة ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير وبقية نهار حلو لك يا رشا شكرا لك هايدي بقية نهار حلو لك ويمكن حلو يا رب مع الأشخاص اللي بتحبوهم والأشخاص اللي دائما بكونوا الصدق هو أساس حياة لنقدر نكفي ونوثق أنه نحن اليوم موجودين على مبادئ كتير مهمة بحياتنا اليوم كون حلو وتقضوا مع كل حدا بتحبوه بحياتكن وقبل ما أودعكن بدنا نعايد اليوم زميلتنا ريحاب أحمد بعيد ميلادة سنينك كتار يا ريحاب بالخير والصحة وراحة قلبها اللي نعاد عليك بكل السعادة يا رب وكمان اليوم هيك في أكتر مشرق سعيد ميلادون اليوم هيك هيك هبي بيرت لك الأشخاص كونوا بقى الفخير باي باي